الدولة المصرية دولة قانون ودولة مؤسسات تاني بقى اعلن بشكل واضح اللي عنده اللي عنده حالة من حالات الاختفاء القصري او ما يسميه هذه المنظمات اختفاء قصري او يقولك عندنا 60 ألف واحد معتقل سياسي في السجون بقولهم انا بقولهم باختصار شديد احنا عندنا الجراءة والشجاعة ان احنا نرد على اي اسم او اي واحد وهنعلن امام الرأي العام المصري والعربي والعالمي التهم الجنائية اللي موجهة الى هؤلاء لا يوجد لا يوجد في جمهورية مصر العربية ما هو ما يسمى معتقل على الاطلاق هناك توقيف تبقى للقانون وهناك اجراءات بتتخذها النيابة والدولة وزارة الداخلية ما هي الا التنفيذ لقرارات وقوانين النيابة العامة لا يوجد في مصر معتقل سياسي واحد لا يوجد في مصر معتقل سياسي واحد في ناس هتاخد الكلام ده وعمله لوجه الصبح وعمله كوميكسات اعمله واحنا بنقول تاني اللي عنده اسم يقول اسمه ايه واحنا هنرد عليهم نقولهم داتهم ميته ايه وكلها تهم بتندرج تحت التهم جنائية وفق قانون العقوبات المصري اللي عنده واحد مختفي يقول لنا اسمه ايه واحنا نقول له هذا المختفي هو في السجن او هو هربان من القانون او هو مندرج ومنخرط في تنظيم زي تنظيم داعش في سيناء وجبنا لكم اكتر من حالة لكنكم احنا لا نتكلم ولا نرد على اكاذبكم فانتم تعلمون الحقيقة ربما بشكل دقيق لكنكم تكذبون اشتركوا في القناة